بسم الله الرحمن الرحيم اهلا بكم في الدرس الخاص بحل الاسئلة على الفريمورك او الانترودكشن اللي خدناها ان شاء الله يعني هنحل مع بعض الاسئلة وقبل ما نبدأ مثلا ان انا اقول الاجابة نحاول كلنا مع بعض ان احنا نكون حلينا يعني ممكن نوقف الفيديو مثلا ثانيا لو حابين نفكر في السؤال او كده ما قدرناش ان احنا نحل انا احاول ان انا ابسط الموضوع شوية اكتر وحاول ان انا استبع الاختيارات وهكذا على حسب يعني السؤال. طيب نتوكر على كده ونبدأ باول سؤال understanding the culture policies and procedures of the organization in which the project is being performed is most challenging in understanding the culture فهم الكالشور او الثقافة والpolicies والسياسات والprocedures والاجراءات بتاعة الارغانيزيشن اللي فيها المشروع بيتنفز is most challenging in بيكون اكبر تحدي امتى من الحالات اللي هي احنا مستبعدة لان يعني في الصغيرة في الorganization الصغيرة مش هتفرق اوي يعني الحاجات دي. المنفزكشورين اوay organization المؤسسات الصناعية مش هتفرق بالنسبة لي هل صناعية اولا مش صناعية يعني مش هي دي اللي هتكون مؤثر اوي السؤال عندنا كان نتكلم على culture policies و procedures واحده فيهم هي هتكون الكيوورد اللي هتقودني للاجابة. المؤسسات اللي بستخدم تقنيات برضو مش هي دي اللي هتكون مؤثرة بالنسبة لي انواع التقنيات اللي بستخدمها سواء بتستخدم تقنيات عادية بسيطة او تقنيات متطورة مش هو ده اللي هيكون العنصر الحاكم. العنصر الحاكم هيكون بالنسبة لي هو فبالتالي هيبقى الاجابة الصحيحة هي الاجابة الاولى فبالتالي لما بشوف كلمة فهم الثقافات ده معناه ان فيه عناصر او فيه مجموعة من افراد التيم من اماكن مختلفة كل واحد فيهم مختلف في طريقة التعامل مع الناس في واحد بيبقى متعود على الاسلوب الطف في واحد متعود على الاسلوب البسيط فبالتالي الكلام ده بيبقى تحدي عالي قوي لما يبقى التيم مكون من مجموعة من الناس من اماكن مختلفة بيبقى التحدي ده عالي في المؤسسة العالمية اللي هي معظم الناس اللي موجودين فيها من دول مختلفة طيب السؤال الثاني انه في المؤسسة اللي هيكل بتاعها projectized the project team فريق المشروع هل reports to many bosses بيعمل reporting لأكثر من رئيس has no loyalty to the project ما عندوش ولاء للمشروع reports to the functional manager بيعمل reporting لفنكشنال مانيجر مدير الوظيفة ولا will not always have a home طيب نبسط شوية reports to many bosses اللي بيعمل reporting لاثنين مدراء ده بيكون في الميتريكس لهو في ال projectized ولا في الفنكشنال طيب والاجابة برضو c reports to the functional manager هو هنا بيقول ان هي projectized فما فيش functional manager فبالتالي الاجابة ايه والاجابة c مستبعدين الاجابة b has no loyalty to the project ما عندوش ولاء للمشروع لا الكلام ده في الفنكشنال لان في الفنكشنال بيبقى اقسام وظيفية بغض النظر في مشروع مفيش مشروع هو موجود في القسم بتاعه فبالتالي ما عندوش ولاء للمشروع لكن هنا بيقول لبيع projectized organization organization projectized مبنية على المشاريع فهتبقى الاجابة هي الاخيرة d will not always have a home مش دايما هيكون عندو home هما يقصدش بيها منزل هو يقصد بها مكان يستقرر فيه بمعنى ان المشروع لما بيخلص بيعملوا release للresources بيماشوا الناس فبالتالي مش هيبقى عندو home يرجع له لان هي projectized طيب السؤال الثالث project manager is trying to complete a software development project مدير مشروع بيحاول ينهي المشروع بتاعه اللي هو عبارة عن تطوير او انشاء يعني او عمل برنامج computer but cannot get enough attention for the project مش قادر ياخد attention او اهتمام كافي للمشروع من قبل الادارة بتاعته resources are focused on completing process related work resources اللي هما الناس يعني او الافراد مهتمين او مركزين على انهم يخلصوا الاعمال العادية بتاعتهم and the project manager has little authority ودي تعتبر كيوورد نحاول ان احنا دايما نلقط الكيوورد and the project manager has little authority مدير المشروع عندو صلاحيات قليلة to assign resources ان هو يخصص او يعين ناس للمشروع what form of organization must be must the project manager be working in ايه هي نوع او نموذج الorganization اللي مدير المشروع اكيد يكون شغال فيها هل هو matrix ولا functional ولا expeditor ولا coordinator طيب نحاول نسهل شوية اخر اتنين دول مش نمط من انماط المؤسسة هو لو كان بيسألني على مدير المشروع يعتبر كأنه شغال ايه كنت ممكن اه افكر فيهم لكن هو يسألني على نوع المؤسسة الهيكل بتاعها the form of organization فبالتالي استبعت COD على طول فهي functional yeah matrix طبعا طالما عندو little authority هتبقى functional السؤال اللي بعدي a project manager has very little project experience مدير مشروع عندو خبرة وليلة but has been assigned as the project manager of a new project تم تعيينه كمدير مشروع ل مشروع جديد because he will be working in a matrix organization to complete his project بسبب ان هو هيكون شغال في organization تعتبر matrix عشان يخلص المشروع he can expect communication to be هو متوقع اني لقي communication شكلها ازاي الاختيار الاولاني symbol الاختيار الثاني open and accurate مفتوحة او دقيقة الاختيار الثالث complex معقدة الاختيار الرابع hard to automate حاول نستبعد طالما قال لي ان هي matrix يبقى اكيد مش تبقى simple يبقى اكيد الاختيار الاولاني مستبعد نفس الحكاية مش open و accurate لان هي matrix ففيها تدخلات كتير فهي اما complex hard to automate hard to automate يعني صعب ان هي يتعملها automation لا شك ان هي كل ما هتزيد العلاقات هتبقى هتزيد صعوبة العملية ان هي تتعملها automation لكن مش تبقى مستحيلة هيتعملها يعني مفيش حاجة ال automation ان هو يعمل مثلا يخلي ال process نفسها تبقى من خلال الكمبيوتر وتبقى من خلال software بتاع ال project management information system PMIS فالعملية ممكن تاخد وقت او تبقى صعبة لكن مش هتبقى مستحيلة فcomplex هنلايا هي الاداق قد يكون الاتنين يصلحوا لكن complex هي الاداق هتكون معقدة ده فعلا وصف ادق للموضوع ده طيب السؤال البعده A project team member is talking to another team member and complaining واحد من فريق المشروع يتكلم مع واحد اخر من فريق المشروع ويشتكيله that many people are asking him to do things ان في ناس كتير بتسأله ان يعمل حاجات if he works in a functional organization لو هو شغال في organization functional who has the power to give direction to the team member مين اللي عنده الصلاحية ان يوجه او يدي تعليماته يعني للteam member لأفراد الفريق هل project manager او functional manager او team طبعا لا شك سؤال مباشر جدا جدا ومش محتاج كلام كتير طالما هي functional organization يبقى هو functional manager السؤال البعض the project managers have just realized that they are working they are in a weak matrix organization and that their power as project managers is quite limited مدرأ المشاريع ادركوا او لسه مدركين يعني او فهموا انهم مشغالين في مؤسسة الهيكل بتاع وعبارة عن weak matrix مصفوفة ضعيفة and that their power as project manager is quite limited وصلاحياتهم او سلطاتهم محدودة one figures out that he is really a project expeditor واحد بيقول انه هو انا حس ان انا شغال كاكسبداتر كمشاهل and the other realizes he is really a project coordinator والتاني ادرك انه هو منصق how is a project expeditor different from a project coordinator طيب هو السؤال يعني مكون من جزئين جزء الاول situation و situation حسين انه ملوش علاقة بالموضوع يعني لو كان من الاول سأل how is a project manager او project expeditor different from a project coordinator كان هيبقى واضح وبسيط بس هو بيحاول انه يحط لي السياق بتاع الموضوع انه هو مبقاش سؤال بس بس بسيط يبقى situation اسئلة كتيرة بتيجي كده فاحنا محتاجين بقى نفسر فين السؤال طيب الاختيار الاول the project expeditor cannot make decisions the project expeditor can make more decisions يقدر يصنع قرارات اكتر من ال coordinator the project expeditor reports to a higher level manager or the project expeditor has some authority عنده بعض الصلاحيات طبعا السؤال برضو مباشر ومش محتاج فاحنا عارفين ان ال project expeditor بيكون معندوش صلاحيات ما اقدرش يصنع اي قرارات او ما اقدرش انه ياخد قرارات ال coordinator بيكون اعلى منه سنة انه ياخد بعض القرارات عنده سلطة انه ياخد او صلاحية انه ياخد بعض القرارات فبالتالي الايجابة الصحيحة هي الايجابة ايه the project expeditor cannot make decisions طيب السؤال اللي بعده who has most power in a projectized organization من عنده صلاحية اعلى في ال projectized the project manager او ال functional manager او ال team او ال they all share power برضو لا شك انه مباشر طالما projectized اللي عنده الصلاحية هو project manager السؤال التامن all of the following are characteristics of a project جميع ما يلي وده نوع من الانواع اللي بتتكرر في الاسئلة انه يجيب لك سؤال تبق انت فاكر انه هو بيسأل ايه هي خصائص المشروع لكن لا هو بيسأل العكس هو بيقول جميع ما يلي هو خصائص المشروع فيما عدا انهي فيهم اللي ما يعتبرش من خصائص المشروع all of the following are characteristics of a project except فيما عدا it's temporary انه مؤقت it has a definite beginning and end لو بداية ونهاية محددة it has interrelated activities لو انشطة الانشطة دي فيه تداخل وعلاقات ما بينها it repeats itself every month طبعا لا شكل temporary من خصائص المشروع definite beginning and end من خصائص المشروع لو بداية ونهاية عنده activities ومتعلقة بعدها ده شيء طبيعي it repeats itself every month لا مفيش حاجة اسمها من المشروع بيعيد نفسه كل شهر السؤال اللي بعده a framework for keeping an organization focused on its overall strategy framework اللي هو الاطار المنهجية اللي شغلا بها المنظمة framework فوق مش المنهجية العلمية framework اطار العمل نفسه او الاطار اللي شغلا بيه المؤسسة framework for keeping an organization عشان نحافظ على ال organization focused on its overall strategy مركزة كده على اهدافها الاستراتيجية is organizational project management or pain book guide or project governance or portfolio management organizational project management لإدارة المشروعات المؤسسية او pain book guide pain book guide ده احد المنهجيات والportfolio management برضو منهجية خاصة بالportfolio لكن مش شرط يكون هو ده الاطار اللي شغلا بيه الشركة او ده عبارة عن منهجية لإدارة المشروع لإدارة المشروعات لكن مش شرط يكون هو الحاجة اللي شغلا بيها الشركة فبالتالي pain book guide والportfolio management هيكونوا مستبعدين project governance حوكمة المشروع برضو ما لهاش علاقة فبالتالي هي organizational project management إدارة المشروعات المؤسسية السؤال اللي بعده which of the following best describes the major constraints on a project أي مما يلي يصف بشكل أفضل القيود اللي على المشروع الاختيار الأول scope number of resources and cost الاختيار الثاني scope cost and time السؤال الثالث scope time cost quality risk resources and customer satisfaction الاختيار الرابع time cost and number of changes طيب الاختيار الأولاني مفهوش time والاختيار الأخير مفهوش quality والاختيار الثاني scope cost and time مفهوش quality الاختيار الثالث هو أشمل وعام ويضم فعلا constraints scope time cost quality risk resources وكذا فبالتالي الإجابة الصحيحة هي الاختيار الثالث C السؤال الرقم 11 if a project manager is concerned with gathering integrating and disseminating the outputs of all project management processes البروجيك manager مهتم بأنه يعمل تجمية وتكامل ودسيمن التوزيع أو نشر الأوتبوت of all project management processes الأوتبوت الخارقة من جميع عمليات إدارة المشروعات she should concentrate on improving لازم أن هي تركز على تحسين الايه الاختيار الأول work breakdown structure هي كالتجزئة الأعمال هنعرف في السكوب communication management plan project management information system scope management plan لا شك إن إحنا لسه مخدناش ال WBS ولا communication management plan ولا scope management plan فمتوقع أن الإجابة تكون هي PMIS وهي فعلا الإجابة الصحيحة والسبب في كده إن هي البرنامج بتاع أو النظام system بتاع إدارة المشروعات system تقنية المعلومات الخاص بإدارة المشروعات سواء بقى مثلا زي systems دي بنلاقي permavera contract management أو pro lines أو unifier أو مثلا PM web السيستم دي كلها تعتبر من أحد الأنظمة بتاعت PMIS project management information system والأنظمة دي بتختص بإن هي كل واحد بيبقى له feedback أو feed in على البرنامج وبيبدأ يعمل data entry بشكل معين سواء كان data entry ده خاص بس بال documentation أو خاص بال project control زي مثلا موضوع time schedules وال IPCs المستخلصات والشغل بتاع variation وكذا فبيكون system بيجمع كل data فبياخد output من جميع العمليات فبيعمل عملية تكامل ما بين data كلها وبيجمع gathering وبيطلع بيوزع disseminating وكذا فبالتالي الإقابة هي PMIS السؤال البعده A project manager is managing his second project مدير مشروع بيجدير المشروع التاني بتاعه It started one month after the first بدأ بعد شهرين من الأولين And both are in process وكلهما شغال Though his first project is small بالرغم من إن مشروع الأول كان صغير This one seems to be growing in size everyday This one اللي هو التاني يعني seems to be growing واضح إنه عمال بينمو في الحجم بتاعه كل يوم السكوب عمال يتغير ويزيد عليه وكلام منت As each day passes مع كل يوم بيعدي The project manager is beginning to feel more and more in need of help بيبدأ يحس إنه غرقان ومحتاج بقى مساعدة مع كل يوم The project manager has recently hear that there was another project in the company last year That is similar to his second project سمع مدير المشروع إنه في الشركة بتاعته كان فيه مشروع مشابه اللي هو فيه اللي هو المشروع التاني الصعب What should he do؟ المفروض يعمل إيه؟ الاختيار الأولاني Contact the other project manager and ask for assistance يتواصل مع مدير المشروع القديم دوت ويطلب منه الدعم ولا obtain historical records and guidance from the project management office ولا يطلب البيانات القديمة عن المشروع The historical records and guidance والاسترشاد منهم يعني على الموضوع ده من PMO ولا wait to see if the project is impacted by the growth in scope ينتظر ويشوف كده هل المشروع هيتأثر بالنمو الاسكوب ده ولا make sure the scope of the project is agreed to by all the stakeholders يتأكد إن الاسكوب ده متوافق عليه من كل الاسكوب طيب نبدأ نحاول نستبعد الإجابة C لشك أنها مستبعدة إنه يقعد ويستنى ويضع يده على خده دي مش من ضمن الإجابيات بتاعت إدارة المشروعات على الإطلاق الاختيار الأخير Make sure that the scope of the project is agreed to by all the stakeholders لا شك إن هي مطلوبة إنه يتأكد إن كل الاسكوب موافقين على الاسكوب ده وعلى التغيرات ديت لكن مش هي الإجابة بتاعتنا اللي خاصة بالسؤال لأنه في السؤال عايز دعم فالدعم ده محتاج إنه يجيبه على المشروع القديم في مشروع قديم في الشركة كان بيشتغل بنفس الطريقة فهي مطلوبة لكن هي في حتة تانية مش هي دي اللي بتسعر عليها طيب الاختيار الأول والتاني فعلا بيطلب الدعم بس واحد فيهم بيطلب الدعم من مدير المشروع السابق والتاني اللي اختيار بيه بيطلب الدعم من PMO فالإجابة الأصح بتبقى هو المفروض إنه يتواصل مع PMO هو ده الهوم بالنسبة له هو ده المرجع بالنسبة له PMO هيديله بقى الهيستيروكال ريكوردس عبارة عن لسونز ليرند متعبية في تيمبلت معينة خاصة باللسونز ليرند ويقول له هيدي المشاكل اللي كانت قابلتنا وإزاي حلناها والكلام ده كل لأنه وارد جدا مدير المشروع بيتغير ممكن يفضل في الشركة ممكن ما يفضلش لكن PMO ده مؤسسة بغض النظر عن أفراده مين فهي ده هو ده النظام المؤسسي المفروض إنه يكون شغال بغض النظر بقى عن مين الأفراد اللي فيه الهيستيروكال ريكوردس ده من ضمن الاسيتز بتاعت الشركة اللي موجودة لكن مدير المشروع ماشي ممشيش الشركة ما بتقفش على أشخاص بالسؤال اللي بعده The project life cycle differs from The project management process دورة حياة المشروع بتختلف عن عمليات إدارة المشروعات إنذب The project management process في إن عمليات إدارة المشروعات ملهبة الاختيار الأول Is the same for every project هي هي لكل مشروع Does not incorporate a methodology ما بتتضمنش منهجية Is different for each industry بتختلف من صناعة الصناعة Can spawn many projects هيتولد عنها مشاريع كتير نبدأ نستبعد الاختيار C Is different for each industry لا شك إنه غلط يعني على حسب الصناعة هتختلف العمليات لا مش هتختلف بغض النظر عن الصناعة هيبقى كل المشاريع ليها scope وليها timing وليها cost وهكذا يعني طيب فالC مستبعدة Does not incorporate methodology برضو مستبعدة لإن هو لا شك إنه نحن نستخدم منهجية ونستخدم اسلوب علمي Can spawn many projects سيتولد عنها مشاريع كتير أكيد لا يعني ده مش شرط يعني نحن بنعمل مشروع لا مش علاقة بالموضوع خالص فبالتالي الإجابة هي الأولى Is the same for every project هي نفسها لكل لأي مشروع وبالتالي هي فعلا منهجية ثابتة بطبقها على جميع المشاريع طيب السؤال اللي بعده 14 طلبتين support for the project عشان أحصل على الدعم للمشروع throughout the performing organization في المنظمة بتاعتي It's best if the project manager يفضل أو أحسن حاجة من دول دائما لما ملاقي كلمة best معناها إن غالبا في أكتر من إجابة تنفع بس في إجابة منهم تنفع قوي وفي إجابة منهم تنفع أقل درجة يعني الاتنين هلاقيهم صح بس أنا محتاج أميز ما بين الاتنين لأن دي بتتكرر كتير جدا بلاقي الإجابتين فعلا ينفعوا بس واحدة فيهم هي الأقوى فهو عايزني أعرف مين فيهم أقوى من الثاني أو مين فيهم ليها priority أعلي It's best if the project manager هل الاكتيار الأول Ensure there is a communication management plan يتأكد إن فيه خطة لإدارة الاتصالات الاختيار الثاني correlates the needs for the project to the organization strategic plan يعمل ربط كده أو محدامة بين المشروع والأهداف المنظمة الاستراتيجية أو خطة الاستراتيجية المنظمة الاختيار الثالث Connect the project Connect the project to the personal objective of the sponsor يعمل ربط ما بين المشروع والأهداف الشخصية للممول الاختيار الرابع Ensure that the management plan includes the management of team members يتأكد من إن خطة الإدارة تتضمن إدارة الأفراد الفريق نبدأ نستبعد كده لا شك اللي فيها personal D واضحة جدا إن هي مستبعدة اللي هو الاختيار C Connect the project to the personal objectives of the sponsor لا شك إن هي مستبعدة الموضوع ما فيهوش أي أهداف شخصية خالص الموضوع بنتكلم في عمل مؤسسي عمل منظم طيب Ensure that there is a communication management plan خطة تواصل مالهاش علاقة بإن أنا أخد دعم هي شيء ضروري إن هو يكون فيه في المشروع الكلام ده لكن عشان أخد دعم سواء متوفرة أو مش متوفرة مالهاش علاقة بإن أنا أكسب السابورت من المنظمة عندي الاختيار الرابع Ensure that the management plan includes the management of team members إن خطة إدارة المشروع تتضمن خطة إدارة أفراد فريق العمل ماشا هي لا شك إن هي كويسة والجماعة بتوى على top management هيبقوا فرحانين إن أنا عندي نظام وإنك فيه كل حاجة موجودة بس الأقوى منهم كلهم هي الاختيار B correlate the need for the project to the organization strategic plan أي منظمة عندها أهدف استراتيجية top management فيها بيبصوا على الهدف الاستراتيجي زي ما كنا تكلمنا عنها في وقت الشرح الهدف الاستراتيجي عندما نعمل مشروع لازم أقول له إن المشروع ده فعلا بيحقق أهداف المنظمة الاستراتيجية السؤال اللي بعده وضع إنه في مؤسسة أو شركة فيها orders طلبات من عملة مثلا أو كده والإدارة قررت إنها تعمل كل order عبارة عن مشروع and the project managers will be used to update orders daily ومدرع المشريع هيعمله تحديث للorder ده كل يوم يشوف الorder ده تنفذ ولا لسه العميل اللي أخذ حكته ولا لا وكذا to resolve issues وعشان كمان يحلوا المشاكل and to ensure the customer formally accepts the product within 30 days of completion وعشان يتأكده إن الكاستمر العميل استلم بشكل رسمي المنتج خلال 30 يوم من الانتهاء Revenue from the individual orders can vary from العائد من كل order ممكن يختلف من واضح إنهما بيبيعوا حاجة يعني والعميل ده ممكن يبيعه هيشتري فالrevenue يتراوح من 100 دولار ل 150 ألف دولار The project manager will not be required to perform planning مدير المشروع مش مطلوب منه إنه يعمل planning or provide documentation أو إنه يدي مستندات other than فيما عدا daily status يعني حالة بس كده إيه وصف التقرير عن الحالة بصورة يومية How would you define this situation؟ إزاي تقدر تعرف situation ده؟ الاختيار الأول Because each individual order is a temporary endeavor each order is a project بسبب إنه كل order ده يعتبر مسعى أو محاولة أو نشاط مؤقت فبالتالي كل order يعتبر مشروع الاختيار الثاني This is program management since there are multiple projects involved ده يعتبر إدارة برنامج لأن ده عبارة عن مشاريع كثير الأردارات ده عبارة عن مشاريع كثير فبالتالي ده إدارة برامج إدارة برنامج الاختيار الثالث This is a recurring process ده عملية تكرارية الاختيار الرابع orders incurring revenue over 100 ألف دولار would be considered projects الـ revenue أو العائد بتاعها أعلى من 100 ألف دولار هنعتبرها مشاريع والباقي مش مشاريع and would involve project management وهيدخل فيها إدارة مشروعات طيب نبدأ إن إحنا نستبعد لشكل الإجابة الأخيرة اللي هي مرتبطة بcost معين دي مش بناء على معيار علمي يعني هو افترض كده إنه 100 ألف دولار اللي أكبر يبقى ده مشروع ولا مش أكبر مش مشروع فدي مستبعدة بالنسبة لنا من البداية لأنه ما لهاش أي معيار محدد ولا واضح الاختيار الأول والثاني هو ما شبه بعض واحد فيهم بيأكد إن دي مشاريع والثاني بيأكد إن دي مشاريع برضو بس بصيغة تانية بيقول إن دي مشاريع وبالتالي طالما دي كلها مشاريع يبقى ده program management لو ماشينا في الاتجاه ده هتبقى الإجابة التانية أصح من الأولى لو كان فعلا الموضوع ده عباره عن مشاريع فبالتالي الأولى مستبعدة لأن التانية أصح التانية أدق طيب نيجل الموضوع بقى كله على بعضه وهو قال لي فرص السؤال إن البروجيكت مانجر ده ما بيعملش planning هو بس بيدي ولا بيدي ولا بيعمل planning ولا بيعمل providing documentation غير بس إن هو بيدي reporting فهو كده واضح إنه عنده حاجة مستمرة بتحصل باستمرار اللي هي الأوردرات وهو عايز يحول كل واحدة فيها لمشروع والمشروع ده لا له خطة ولا له إدارة مشروعات ولا له مثلا معايير إدارة مشروعات واضحة فبالتالي الموضوع ده موضوع تكراري فالإجابة الصحيحة هي C This is a recurring process مش كل حاجة تكرارية نقدر نحولها يعني مشاريع ما تنفعش يعني مثلا مصنع وبينتج مجموعة من السيارات مع كل مثلا لط من السيارات أقول إن ده project لا ما ينفعش ده عملية تكرارية عملة تتكرر واحدة ورا واحدة ورا واحدة ما فيهاش مثلا عمليات التخطيط ما فيهاش فكر جديد ما فيهاش إدارة مشروعات على الإطلاق فبالتالي هي فعلا عملية تكرارية فالإجابة هي C طيب كده إحنا حلينا حوالي 15 سؤال نحاول بقى إن إحنا يعني مع بعض كده أو كل واحد لواحدة أقصد يحل الأسئلة المتبقية و نحاول نعمل تقييم لنفسنا يعني في الأسئلة اللي حلناها والأسئلة المتبقية نشوف إحنا حلينا كم واحد صح و نحسب نسبة مقوية لنفسنا نشوف في رنج الكام لو في رنج الستين في المية ده طبيعي مع تكرار الحل وتكرار المذاكرة والسايكلز بتاعة المراجعة هتزيد لو أقل من كده لا يبقى محتاج إن أنا أذاكر بشكل مكسف شوية أركز أكتر في المذاكرة أحاول أقرى كتير من البينبوك لو أنا نسيت مثلا أحاول ألخص ممكن أعمل هايلايت مثلا أو أندرلاين للكلام اللي أنا عايز ألخصه لو ما فيش وقت إن أنا أخده في نوتس لو أقدر أخده في نوتس كمان يبقى كويس هبقى محتاج ساعتها إن أنا أبزل مجهول والدرجة اللي إحنا هنجيبها ده نحاول إن إحنا نكتبها في مكاني يعني ممكن في كتاب ريتا نفسه نكتبها في النوتبوك إن أنا درجتي في الشابطة الأولاني بتاع الفريمورك كانت كذا في المية عشان بعد كده لما أجي أعدي على سايكل تانية للمراجعة أعرف إيس أنا فعلا المستوية بيتحسن ولا لا وربنا يوفاكوا جميعا صحيح برضو في نقطة تانية الشابطة اللي جاي اللي هنبدأ بيه هيكون السكوب بسبب إن كتير من الناس قالوا يعني موضوع الانتجريشن عايزين نأجله وأنا يعني مؤيد لكلامهم عارف إن الانتجريشن دايما بيبقى عبارة عن تكامل للعلوم اللي هتيجي بعد كده اللي لسه مدرسنهاش نحن نأجله فلو كده هن نستبدله بالسكوب وهنبدأ من الشابطة اللي الجاي بالسكوب حتى يعني برضو السكوب خفيف وشابطة سهل وهيدينا إن شاء الله دفعة من التفاؤل أعلى شوية إن احنا نكون ميشينا وعدينا حاجة سهلة وحلينا عليها فيعني هيدي يعني نوع من التفاؤل إن شاء الله لنا نشوفكم الفيديو القادم بإذن الله السلام عليكم